اشتركوا في القناة في خطوة قد تنتج عنها تغيرات قليمية دبلوماسية كبرى وقاطع المغرب في مايه 2018 علاقاته الدبلوماسية مع ايران على خلفية صلة حزبا لها اللبنانية بجبهة البوليساريو وطلبت الرباط من السفير الايراني المغادر بعد حصولها على معلوماته كشفت دعما ماليا ولوجستيا وعسكريا قدمه الحزب للبوليساريو كما قرر المغرب انذاك استدعاء سفير المملكة في ايران واغلاق الصفار المغربية في طهران وكان محللون يعتقدون بان موقف المغرب كان متأثرا ايضا بالتداعيات الدبلوماسية لموقف دول الخليج ازاء ايران انذاك اعلنت السعودية وقوفها الى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن امنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع ايران وفي اول رد رسمي من المغرب بعد اعلان السعودية وايران على عودة علاقتهم الدبلوماسية قال مصطفى بيتاسا الناطق الرسمية باسم الحكومة المغربية اليوم ان الحكومة المغربية لم تناقش الموضوع المتعلق بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران وتأتي الى ذلك على موقف المملكة التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع ايران منذ ماي 2018 جاء ذلك ردا على سؤال موقع اليوم 24 في الندوة الصحفية التي اعقبت الاجتماع الاسبوعي للحكومة المغربية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء